تولي الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع الأسمذة وتوفيرها حيث حافظت صناعة الأسمذة المصرية على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي فيما تسعى مصر لزيادة الانتاج إلى جانب مشروعات التطوير وإعادة الإحلال ورفع الكفاءة وزيادة الانتاج وذلك في العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمذة اهتمام كبير تليه الدولة لقطاع الأسمذة وتوفيرها في ظل الاهتمام والدعم الذي تليه القيادة السياسية لقطاع الصناعة بشكل عام وتهيئة المناخ والقوانين والتشجيعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار وفي هذا الإطار تأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمذة الأزوتية والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر حفظت صناعة الأسمذة المصرية على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي حيث سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار التقاط الإنتاجية السنوية للأسمذة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمذة النيتروجينية و7 ملايين طن من صخر الفوسفات وأربعة ملايين طن من الأسمذة الفوسفاتية وتأتي مصر في المركز السادس عالميا في إنتاج اليوريا وخامس أكبر مصدر للمنتج خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة مصر تحتل كذلك المركز الثامن عالميا ضمن كبرى دول المستهلكة للأسمذة الأزوتية بكمية تبلغ نحو 3.5 مليون طن يوريا سنويا وتحتل مصر أيضا المركز الرابع عالميا ضمن كبرى دول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى حوالي 4.5 مليون طن سنويا والتي تمثل حوالي 9% من إجمالية الكمية المتداولة عالميا ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج والتي كان أخرها مصنع كيميا 2 بأسوان بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيمويات الوسيطة ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة ستؤدي حتما إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات